هناك مطران تعرفوا اسمه عطلة لحظة المطران عطلة هو مطران بالقدس حتى من يومين كان حاطت لقيله صور بكنيسة القيامة هو نفسه اللي حامل ورقة اللي ماضى حتى لحد ما سبع عليه فيها مكتوب عليه فداك أبي وأمي يا رسول الله هذا شخص انا صراحة كما اجي مفتكرته ميت لانه الصورة الى عشر سنين بشوفها الناس بيداولوا لكنت ما افتكرته شي صورة قديمة وميت طلع موجود لهلا فحكيت عنه ضمنا عن الكهنة المطارنة اللي بلشوا يبيعوا الرب لصالح دين الوحدة وياخدوا الشعب المسيح للإيمان بأي اله المهم نتوحد تحت اي اله فأنا كما اجي ضد هذا الدين وواجبي ضل فيق الناس وقولوا انتبه حبيبي ذاك الدين غير اله ما يضحكوا عليك فكل كم سنة مرة بيكونوا زودوا المطارنة بالإزلال والخنوة فبنقي لي كأكتر خمسة ستة عملوا مهرجين لصالح الأديان الأخرى وبطالعون لحتى نوبخون على الملأ بركي بيتطعزوا وبيرجعوا لأنه عم ياخدوا الناس للهلاك فمن ضمن الكهنة والمطارنة أول الشهر اللي حكيت عنه كان من ضمن عطلة ممكن عطلة حنة اسمه خليني يشوف لأنه صورت البوست تبعه هو محا رجع محا حط بوست عني شخصي بالاسم ورد رجع محا ربنا واحده بيعرف هل محا بسبب التعليقات لأنه الناس بهدلوه بطريقة جدا مذلة يعني شعب الرب هجم عليه من كل حدب وصوب وأنا بتشكركم كتير ومحبتكن غالية كتير على قلبي هل هو بسبب خاف أني أعضيك ونقايل بالاسم بدك تعرف وتتأكد أنت وغيرك أنتو من أصحاب الثوب الكهنود أنا بحب شوف مقاضات ربنا للكون لأنه إذا أنا بأعضيك ممكن نجيب لك شفاءة الناس ولكن لما ربنا بأعضيك بتكون الكلمة الحق طلعت فيك خليني نشوف هون هذا هو لذي ما بيعرفوا والبوست اللي حطوا هاي صفحة الرسمية طبعا أنا صورته لأني استردت أعرف أفكار إبليس كيف تفكر وأفكاره مثلا بيقول الكتاب ما أنا خفيه عننا الصفحة الرسمية لسيادة المطران وطلحنا القدس وحاطت عن حاله رح خلي فريق المنتاج يحطوه على الشاشة نحذر أبنائنا من ظاهرة ماجي خزام الشيطانية المعادية للكنيسة المشرقية تخدم أجندات معادية ظاهرة أنا عجيبة فرد مرة اي ظاهرة لأنه إلا ما بتحكي بالكتاب المقدس بوسط عالم عم يطلو القرآن طبيعي يصير اسمي ظاهرة بيقول هناك مؤامرة على حضورنا المسيحي العريق والأصيل في هذا المشق العربي وفلسطين بناء وخاص مخطط شيطاني ماسوني صهيوني هدف أفراغ المنطقة العربية من المسيحيين هذا الشعرات تبع وحدة حرية اشتراكية زلمي قومي يعني صدقة نحو الجيكون شغلة شايفين هدول هذا كله هو كتب كاتب نص مئة سطره أكتر ما بتلاقي آية وحدة تمنيت هيك آية من الكتاب المقدس بس يخجلني فيها عبس لأنه مطارغ ما عنده ما عنده يعطينا بيعطينا قد ما بدنا قوميات فوتو على سفحته ما عنده ما عنده تبشير للرب ياسوع المسيح عنده القدس عنده القضية الفلسطينية اللي ما يعني اذا بتحضروا حلقة حارس القدس أو حارس الفلسطين بتشوفوا انه هدول الكهنة هن موكلين لشعب الرب لخدمة الرب مو لخدمة أوطان هاي الأوطان كلها زائلة ما احترامي للفلسطينيين وفلسطين وقضاياهن هاي أنا ما فيني اتبنى قضية وطن ولا بشر ولا رئيس لأنه هذا كله زائل على الأرض قضيتي الوحيدة اللي إذا قتلت كرمالة بتستحق الموتة هو الرب ياسوع المسيح لأنه هو الباقي للأبد فحاطت أنه تقوم بدورها الإعلامية سورية سابقة ماقية خزام تقوم بدور في غاية القزارة يبدو أنه هناك جهات تقف خلفها تدعمها تشجعها تقوم بدورها المشبوه ببث سموم الكراهية والحقد في مجتمعاتنا وما يقال عن خزام يقال عن غيرها أيضا وين السموم الحقد عفوا يعني هاي الحلقة مثلا كتير حلقات أنا كل سبت بطلع يا سيادة المطران اضطرينا أنه نحن الرعية نكون محل كون لما أنت رحت للقضايا لتقبض مصاري وقضايا وسلاح وسورة اضطرينا نحن بقى اللي نحكي بكلمة ربنا مع أنه هاي ويواجبكن فوين بالضبط الكراهية بكلام الكتاب المقدس اللي أنا ما عندي حلقة ولا بمر دقيقة من حلقاتي غير فيها آية من الكتاب المقدس فإذا بتشوف أنه كلامي كراهية تقوقع انعزالية فأنت عم تتهم روح الكتاب المقدس بهذا الأمر فكمان أنا ما برد عن حالي نطالب أبناء أنا أن يكونوا حزيرين من ظاهرة أخزام المشبوهة تدعي التبشير بالمسيحية والمسيحية براء من ومن أفعالي طبعا عندك تكون براء المسيحية النصرانية الزمية المازوخية تبعك أكيد بريئة مني وأنا بريئة منكم لهالسبب ما بنتمي ولا لطائفة إلى الأسف أنك أرتودكسي للأسف أنت ابن كنيسة عمراء الفين سنة أنت ابن كنيسة اضطهدت واستشهدوا على اسم الرب يسوع المسيح وينك أنت أخزام تقوم بدور شيطاني هي عدو لدود للكنيسة وفي إطار ترهيب وتخويف المسيحيين اللي جعلهم يرحلوني يتركون أوطانهم أنا قيمة عملت حلقة عن ترك الأوطان وصولا أنه طبعا طويلي الكلام كثير ما بدي روح وقتكن ووقتي واتهمني أني يهوزة ما خلشي شيطان ما شيطني هرتقني ما ترك طريقة يعني مظاهرة مخطط استعماري بيقبضوا مصاريع الدولار ما خلى تهمي أبو زمي وسيعة وحطوا فيه وأداني لا تدينوا لي ألا تدانوا بكل أحوال رح قللك شغلة أنت محيت المنشور وفي صفحة اسم القدس كانوا حاطينه ومحوا بسبب المثبات اللي إجتك أنا ما رح ردلك رح قللك شعب الرب شو ردو لك وأنت محيت اللون هون في هذا الاسم هذا الشاب رح حطه على الشاشة لأنه يمكن أنت تقدر تقرأه بالعبري هذا المطران هو المفتي العام للإخوان لأسباب كثيرة من أكم شهر كتب بوست على آية صوفية عندما حولها المجرم العثماني إلى مسجد كتب بما يسمى المطران عطلة بوست هاجم فيه أردوغان ولم يمر دقائق على كتابة البوست حتى تلقى شتائم من من هب ودب من أخوته المسلمين على الفور قام بمسح البوست هذا هو المطران المدعو وعطلة وعلى فكرة نحن المسيحيين بالأرض المقدسة لا نقيم له قيمة فهو مفتي وليس كاهن فأنت متعود تمسح يعني كل ما سبوك بتمسح ورح تضل تنسب من كل الأطراف انت مانك محسوب على حدا غير على جيبتك وما حدا رح قيدك إلا المستفيد من جيبتك هي بيقولك ياها بصريحة العبارة فماستر جيت تحكي حرف لما العثمانيين أخدوا آية صوفية أي مقدسات دك تدافع عنها انت عمين عم تضحك انت بوست ماستر جيت تخليه لأنه الإسلام سبوك تطريت تحسفه جاي تعملي بطولات ونحن ومتمستكين بشرقك ما حدا بيتفعلك مسار إذا بطلع لبرا تشتغل شفير على أوبر ما حدا بيعبرك فأنت بتعرف انه مركز قوتك انك تبقى ببلدك لتبقى تقبض فعلى حدا يضربنا مناني انه تشبس بالأرض المسيح نفسه إلو كل المجد ابن الإله لما حورب ظهر الملاك ليوسف قال له خد الصبي وروح هروب فيه على مصر فالهروب من واجه الحروب منا جبن المسيح عملا انه ما كان فينه الإله يحمي ابنه فلا تطلعوا برا الكتاب المقدس كرمال إيران وغيرها من اللي بيأبضوكن وبيدعموكن هاي عاطف صبحي السروجي أيضا باختصار هو ليس متران الروم الأرثوذوكس في إسرائيل لنعرف من رسمه مترانا المتران الحقيقي رجل يوناني ويسكن في دير الناصرة قرب كنيسة البشارة اسمه كيرياكوس ولا يتدخل في السياسة بتاتا الواضح انه كيرياكوس ما بيحكي أساسا عربي فما فهمان شو عم تعملوا خليني كمان طبعا هون سبوك كتير برجع بحطلك ياهم بس انا ما رحقولون لأنهم سبعت كتير هدول الناس اللي قلت عنهم هدول ما اسمون جماعة ماقي نحنا كلنا جماعة يسوع المسيح إذا عجبك عجبكن ما عجبكن روحوا انطحوا راسكم بأقرب حدا عم يتفعلكون بتقلك زبيا صدق ما حدا شيطان غيرك وأمثالك دائما كلمة الحق بتجي مثل السيف عليكن كمان ايفا بتقول مافي هون زواهر شيطانية غيرك الى اخير هيا شايف هذا الكلام كمان حزفتلون يا للعالم قبل ما تحزوا في المنشور تبعاك قلت اللي فيه صغرات بالكنيسة الصغرات هي عملتوا لأنكن موفاضين للكنيسة لما كمان عم تقلك يا كاهن البعل الى اخيره من الامور ما بدي كتير اش احكي فيهون باتريك هلك شعبي لعدم المعرفة صارو هن يعطوك ايات كتابية بركب تصحى شوي على حالك بيقلك انت رفضت المعرفة ارفضك انا حتى لا تكهن لي ولانك نسيت شريعة الهي كأنسة انا ايضا بنيك يعيب الشوم عليك المطران روح اقراء الكتاب المقدس مع ماجي خزام وعمال اللي عملته جيب ربع النفوس اللي ردتها للرب وخلصتها من امثالكن كهنة بعل برجع وقتها بيحقلك تحكي عليها كلمة ميري ميري اسيس حاش كذب حاج العام ما بتلاقوا واحد عميحكي الحق الى اخره من التعليقات بالالاف صدقك وكبر قلبي فيكم كتير الناس ماذا تخاف من توبك ومن سولجانك وعصايتك ولا سيارتك المرسيدس ولا مرافقتك ولا السلطة اللي بتحكي فيها باسم الدولة وتهديداتكم الناس صار عندها سلاح الكتاب المقدس نشكر ربنا عليهم وعلى الروح القدس الساكن فيهم اللي بيعطيهم اصغر من فيهم يوبخك انت اللي تعتبر بالعمر المفروض تكون قد أبونا ولا حتى جدنا يمكن قلتلك ايفا امر كتير مهم ورح اختم فيه لازم تعرفوا شغلة يا مطارنة ويا كهنة سواء كاتوليك ولا ارتودوكس ولا بروتستانت ولا شو ما كانت طاقتكن ولا دينكن لغير الاديان لا ماجي ولا غيرة بيقدر ياخد حدا منكن لو كان بييدكن انتوا بالأساس بعتوا شعب الرب وأنا اشتريت اشتريتوا لإلهي اشتريت شعب الرب بالدم المسفوك لإلهم وما بتقدروا ترجعوا تاخدوا من إيد أبي اللي حطيتهم بإيده هذا عم قولوا على العلن ولأول مرة انتوا لو ما كنتوا نقصين انتوا من الكتاب المقدس ما بتطبعوه وبتعطول الناس حتى ما بيروح حدا اللي عندك بيقلك بدي الكتاب المقدس بتعطيه بPDF بعثت مبارح واحد يتعمد بأحد الأديرة بسيدنايا بيقله على عيننا وراسنا تلمزت ماجي ولكن ماجي بتتلمسكم الكتاب المقدس والكتاب المقدس غير كافي تعقرار رح نعطيك شوية كتب أرتدوكسية بدنا ياك أرتدوكسي والثاني بيقل له بدنا ياك كاتوليكي والثالث بيقل له بدنا ياك إنجيلي رحوا لموا تواقفكن كون توقفوا قدام ربنا الكتاب المقدس مانو كافي طب أنا شرفوا طلعوا لي بدي كهنة يطلعوا لي يقلوا لي شو ناقس بالكتاب المقدس اللي عندك يا بعقيدتك هات قل لي مين القديس الأكمل من الروح القدس اللي قدر يعطيك شي مو موجود بالكتاب فبدئا من الكتاب المقدس اللي بخلته فيه على الناس وصولا للكنائس اللي ما بقى ساعدت ولا راعت لا أرامل ولا فقراء انتقالا ما بنا نحكي كتير بالوسخ الموجود ببعض الكهنة التحرش بالنسوان واللوات وغيرها من المصايب والفضايح اللي طلعت عليكم بدون أي معاقبة أو عقوبة غير هلأ لما صارت الأساس تكنولوجيا انتم فضح على الرأي العام صارت مضطرة الكنيسة شوية ضد برجاله انتقالا لا لأساس كتير بيع أراضي شراء أراضي السيارات المرسدس والبيوت والمزارع والفيلال اللي صرتوا تملكوا ياه المفروض انتم أتباع اللي ما عندو أين يسند رأسه تجوا بتقولوا عني أنا بطلع آخر شي عابدة ايمت ما عندكن وعزة بيقول الكاهن غير بيختمع حطونا بصينية الكنيسة هل أنا ختمتي مرة من ثلاثة سنين لليوم حلقة من حلقاتي قلت لحدة تبراعولي ولا أعطوني ولا دعام الخدمة هل شفتوا عندي هون على الشاشة باي بال لدعم الكلمة هل في مرة قلت لكم دي سجل الكتاب المقدس اللي بدو يسمعوا لازم يتحط دونيشين عشرة دولار اللي يسمعوا هل قلت لكم عم بعمل الكتاب المقدس للأطفال هتعطوني مصاري ولا بقبل مجانا أخذتم مجانا أعطوا أنا صوتي عطاني يا ربنا مجانا وأنا عشوره عشور صوتي بتقول إني أنا سجل في مجانا للرب الإله بتكون كتير لتفهموا هذا الفكر اللي عم بحكي فيه طبيعي هرتقوني قبل كون الكتبة والكهنة الفرسيين الفرسيين اللي هني مفتكرين حالوا الناموسيين متمسكين بالطريق القويم المستقيم هرتقوا وكفروا وقالوا عن إلهي إنه شيطان وقالوا هو بعل زبول يطرد الشيطين وصولا لأنهم صلبوا وقالوا ودموا علينا وعلى أبنائنا ولا أستبعد إني أقتر على إيد واحد منكم مو على إيد أعداءنا من برا على إيد واحد من اللي محسوبين عننا المفروض يكونوا هن وكلاء الله على الأرض بكل الأحوال ربنا يسامحك يعمل لك ياها على العلم انتبهي كتير منيح أنا مفيش شخصي بيني وبينك وبعد يمكن شهرين إذا حدا بيقلي عطل حنة رح أنسى الاسم لأنه ذاكرتي ربنا عاطيني ذاكرة ضعيفة لما أتذكر أعدائي ولكن بأي وقت رح ينتشر عنك ولا عن غيرك إساءة للرب يسوع المسيح عم تبيعوا وتبيعوا شعب الرب عم تاخدوا شعب الرب لعبادة إله تاني رح كون إلك بالمرصاد بتقاضيني بتسبني بتشلحوني معموديتي معموديتي من فوق لا أنت ولا الأكبر منك ولا في رجال بشوارب ولا بلا شوارب على الأرض بيقدر إنه هو يشلحني روح القدس الحالة لالية تبقوا بألف خير اشتركوا في القناة